نمرة 8 من إشعية 43 آية 10 وآية 11 إشعية 43 آية 10 بقول أنتم شهودي يقول الرب يهوى يعني وعبد الذي اخترته لكي لاحظ الكلام لكي تعرفوا وتؤمنوا بيه وتفهموا أني أنا هو منهم يتكلم يهوى قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون أنا أنا الرب وليس غير مخلص في آية 13 مكتوب أيضا من اليوم أنا هو ولا منقذ من يدي أفعل ومن يرد يعني كلام واضح بقول لي كي تعرفوا وتؤمنوا بيه وتفهموا أني أنا هو قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون معلش أنا بحاول يعني أكرر الآية لأنه بدي يعني هيك تنطبع فينا أنا أنا الرب وليس غير مخلص وليس غير مخلص في خروج 3 آية 14 مكتوب أهيا الذي أهيا هي نفس الكلمة اللي قالها يسوع قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وحتى هو بيتكلم بقول إبراهيم رأى يومي فتهلل قالوا له ما يعني ما صارش عمرك خمسين سنة شو بتحكي بيتكلم عن أزليت في آية 25 أحبائي أنا أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطياك لا أذكرها في صحاح 46 آية 4 وإلى الشيخوخة أنا هو في صحاح 48 بيردد نفس الكلمات أنا الأول أنا الآخر بتعرفوا أحبائي إذا فتحنا في العهد الجديد على إنجيل يحنى إصحاح 8 شوف آية 24 فقلت لكم هون يسوع اللي بيتكلم إنكم تموتون في خطياكم لأنكم إن لاحظ الكلام إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطياكم فقالوا له من أنت فقال لهم يسوع أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به يعني لاحظ الكلام في آية 28 فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن الإنسان ابن الإنسان فحينئذ يعني بيتكلم عن صلبه ومجده يعني وقيامته فحينئذ تفهمون أني أنا هو واو في أوضح من هيك أحبائي في آية 58 قال لهم يسوع الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن كله في نفس الإصحاح بيتكلم يعني تؤمن إني أنا هو هذه الآيات أحبائي وآيات أخرى كثيرة من العهد القديم تثبت ألوهية المسيح